ما معنى قول الله في سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعبأ يعني يهتم أو يبالي أو يكترث ربنا لا يبالي بيكم يا أيها الناس إلا بسبب عبادتكم هنا كلمة دعاؤكم يعني عبادتكم تقول يعني إزاي الدعاء بمعنى العبادة آه أصل اللي بيعبد ربنا بيصلي بيصوم كأنه بيقول يا رب اغفر لي وهو بيصلي ليه عشان ربنا يغفر له بيصوم ليه عشان ربنا يغفر له فكأنه بيدعي حتى بيسموها دعاء العبادة المهم يعني أن الدعاء أحيانا يطلق على معنى العبادة قل ما يعبأ ما يبالي بكم ربكم لو لا إلا علشان عبادتكم هتعبد ربنا تجد إكرام وتجد أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ما فيش عبادة وانطلقت في الدنيا وشهوتها خلاص يعذبك ولا يبالي إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى خذ القضية الكبرى في حياتك العبادة قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم هتعبد ربنا ربنا يبالي بيك ويأجرك ويرزخك مش هتعبد ربنا يعذبك بس تقوليش بقى أصلا أنا معايا الشهادة أنا معايا فلوس لو معاك الشهادة عشان ترضي ربنا عن طريق اللي أنت تبقى صاحب منصب تخدم الناس ونحو ذلك كويس إنما مجرد الإشايا الدنياوية لذاتها حتى لو أنت أقوى رجل وأغنى رجل مدام ما فيش عبادة ما يعبأش بك ربك فقد كذبتم لأن الخطاب أصلا لأهل مكة فسوف يكون لزاما يعني فسوف يكون هذا التكذيب لزاما لكم يعني ملازما لكم ومدام التكذيب ملازما لكم فالمقصود جزاء التكذيب ملازما لكم وجزاء التكذيب هو العذاب فالعذاب أيها المشركون المكذبون سيكونوا ملازما لكم لأنكم ستكونون مخلدين في نار جهنم وهذا يقتضي أن العذاب يكون ملازما لكم بسبب كفركم وتجذيبكم لأن الله سبحانه وتعالى يؤجر على العبادة وانتم عبدتش ربين انتم كذبتم وكفرتم فالعذاب دائم أبدي ملازم لكم بسبب تجذيبكم دعم الفيديو بشيره عليكم وانشرف القناة شوفكم كل مرة جاءة والسلام عليكم